المحورية التي بنت عليها الدولة طوال القرون الثلاثة الماضية إلى اليوم وإن شاء الله تستمره كما هي فبالتالي تعيدها للجذر التاريخي تعيد إحيائه وإنتاجه وتوجه أيضا هذه بطريقة غرب باشرة رفع مستوى الاعتزاز الوطني والهوية الوطنية والحماس يتجزي القول هو بالتالي سيقضي مستقبلا على أي محاولات لزعزعة الهوية يمكن كان الضعف في تغذية هذه الهوية هو العامل الأساس الذي سمح للموجة الصحوية وتبعاتها في تدمير أو محاولة تقزيم وتشويه الصورة الوطنية للسعوديين وتخريفه وتحاول أن الوطن هذا بدعة وكذبه وأنه لا يجوز الاتمام فيه لدرجة فعلا يعني لما كانت الجرأة تقف أن أحد يعني يرفض الوقوف للعلم رمز السيادة وطبعا هو بمحتواه طبعا العظيم والرفيع أيضا لكن أيضا بقيمته المدنية والدولية أنه هذا يمثل البلد هذا يمثل الوطن وهذا يمثل الهيبة فلما ترفضه أنت لا تنتمي لهذا الوطن أنت تبني أيديولوجية معاكزة أنت تحارب هذا الوجود أنت خاصم أشرس من كذا لأنك تعمل تحت مظلته وبإسمه وتعاديه في نفس الله اشتركوا في القناة